أيام قليلة وينتهي الشهر الكريم ولكن أنا حسيت أنه في هذا الشهر الكريم حقيقي بكل خيراته كنا في امتحان، امتحان كده إحنا الشعب والدولة والناس رغم أي أزمة ممكن تكون داخلية أو عالمية بس أنا شايفة من الخير اللي موجود في الشارع المصري والناس يعني كتير قوي مثلا قبل الفطار بشوف الشباب الصغير وواقف يوزع بلح ويوزع حاجات ساعة وبيجروا يعملوا خير ومواقد الرحمن والمواقد الرحمن اللي كان فيها كده يعني شكل تسابق على الخير الناس كده تجمعت بقالها فترة بقالها سنين بعد أزمة كورونا والناس خرجت والناس كان فيه ود وتسامح حلو والناس طلعت اللي في بيوتها فهو ده بجد الامتحان أولا امتحان روحاني ورباني وامتحان الخير أنه رغم أي أزمة صدقوني الإنسان ممكن يعيش على أبسط الأشياء ويبقى دايما أبسوط مع أغنية ولا بدري بدري يا شهر السيام تعرف كده أن احنا خلاص يعني اقتربنا من أن احنا نودع الشهر الكريم ويا رب نكون فعلا كنا أدى هذا الشهر بكل خيراته الجميلة